السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل مع بعض التسليح تكلمنا في المرات اللي فاتت ان انا ازاي سلح عنصر عنصر باجي اعلم عليه باجي اخطار العنصر بتاعي فانا عادي سلح كل العناصر مرة واحدة باجي اعمل ايه؟ باجي اعمل باجي اعمل رينفورسمنت باجي اقول اوتوماتيك رينفورسمنت جنوريشن فباجي ايه بيعمل لي ايه؟ بيبتدي يحسب لي العناصر اللي موجودة عندي كل الالمس اللي يقدر يعملها تسليح بيبتدي يحسبها لي معايا وهنشوف دلوقتي هيتطلع لي حكلهم ايه؟ كده اقدر اسلح كل البيمز مرة واحدة كل الكلومز مرة واحدة كل العناصر اللي عندي مرة حاجة بص الاقي هنا مثلا لما اجيه بصلي في المنشأ اللي عندي ده لقالي في ايه؟ لقالي الاعمدة عندي لقالي اعمدة ولقالي فوتنج ولقالي ايه؟ والقالي والعناصر فهيبتدي يقول لي ان عندك مسلا سي واحد وده اقطاعه وعندي اتنين منه اتنين منه بالشكل ده انت عاول تعدل التسليح بتاعك بيكتدي ايه؟ اعدله من هنا هنا بلاقيه بيفتح لي اكني بالزبط اخترت عمود وهسلح التسليح اللي انت هتحطه هنا هو ده اللي هيسلح لي بيه كل السي واحد لو انت جد اعملت من هنا هيسلح لي كل السي واحد ونفس النظام ال اف وان و البي وان و الوول اللي عمدي بقدر من هنا اسلح كل العمدة وكل والبين وكل الوولز وكل ال في خطوة واحدة ويجأ اقول له ويجأ لاجح ايه بيعمل بيعمل لهم زينو ليد بيبتدي يعملوا التسليح خطوة اي خطوة او انت بصر كده على بتاركي وبأي حاجة حاجة يبتدي يعملوا العمود اللي بعده ويبتدي يعملوا التسليح الفوتينج اللي عندي الخطوة تبع عدد الالمنس يأخذ الوقت كبير فإن المنشأ كبير ممكن الخطوة تأخذ الوقت كبير سلح لي اهود خلص العمدة وخلص لي يأخذ تسليح ويبتدي خطوة خطوة يبتدي يسلح لي عناصر بلانة على تمبلت بداية تسليح اللي انت اخترته من هنا ويأخذهم جدا كده يسلح لي انا عشان اعمل عناصر شويرة فما بيأخذش وقت كثير فيهم كده سلح لي خلص لتسليح المنشأ بتاعي اظهره ازاي نفس المبدأ اعلم عليهم كلهم كده اقول له زر الحديد بتاعي ماشي باجا اقول له اعمل لي ايه باجا اقول له باجا اقول له ازره لي كسولد ماشي اقو ازره لي في ماشي وماشي اقول له اوكي اجا بص لايه حاجين بداية سلح لي الكاميرات والاعمدة والكوتينج والوولز كلهم في نفس الخطوة انا جد في اهو اجا بص لايه هذا العمود بتاعي بتسليحه ظاهر اللي انا غيرت لفين هبتدي يحسن لي شكل بتسليح بتاعي بقى انا كده بخطوة واحدة قدر تسلح كل المنشأ بتاعي بس اخد بالي من موضوع ان بياخد وقت طويل قوي تبع عدد العناصر اللي علي ولو انا جيت عدلت لو انا جيت مثلا نسكت عنصر من دول وجيت عدل فيه ماشي فبعمل لي ايه ريجين ريت تاني لكل التسليح بتاع عنصر ده فبياخد وقت اخد بالي انه النقطة دي وانا بعمل وانا بستخدم ماشي هي مفيدة جدا بس موضوع الوقت بتاعها بياخد وقت طويل في نقطة اخيرة هنتكلم عليها ان انا دلوقتي لما بعمل الريبار بتاعي بعمله مجموعة او انا اعمل التسليح بتاعي بالاريا رينفورسمنت فيه كذا طريقة ان انا اعرف شو اول دي بيظهر لي كل الحديد بتاعي شو فريست اند لاست دي بيظهر لي اول كانة واخر كانة بس في البقين مرسومين بس مش ظهرين قدامي على الشاشة شو ميدل بيبتدي يظهر لي الخانة اللي بالنص بس ماجي او ان انا اعمل سليكت سليكت دي باجي اعمل لي اظهر عدد التسليح بتاعي من هنا دي باجي اول دي باجي احضر او اذا ادأ اقول له ايه ازهر لي دي وازهر لي وهما دول اللي بيظهروا لي عندي على الشاشة بس الي موجودين دي زي ايه زي ما بعمل تسليح البلطة بالزبط وباجي اقول له ان ضيه البلطة بظهر لي منه ايه انا مش عايزة صحيفة او اغزة أجزاء بس موجينة من البلطة الحديد بتاعي بكتب عليه الان دجل بيجي اذا اقرى اخير الحديد بتاعي او شكل الحديد بتاعي ولكن من ظاهره فقط هو كله مرسوم ولكن من ظاهر منه ؟ اسمه البرزنتيشن لكن هو كحديد مرسوم كله مع ايه ؟ اجاب بص لك الحديد كله مرسوم مع ايه ؟ انتعلمت على هذا المساعد هنا الحديد مرسوم ده ظاهر كل الحديد مرسوم ولكننا نخرج ايه وركبه على نفس مبدأ ويأخبره الآن اصدر الحديد پتائن ايه مرسوم البرزنتيين ويأخبره ويأخبره كمسيف كده في النص كمسيف الزرهم لي في الاتجاهين ماجي ماجي اولا بسلح بتاعي بالشكل ده ماجي وقلنا انا عليك ببتدي احدد شكل بريزينتاجا بتاعي انت عايز الحديد بتاعي يبقى ظاهر بالشكل اي شكل ماجي يظهر عني هنا بالنسبة للسري دي بزرهم لي كلهم مفيش ده موجود عندي ليه لاني بزر لي الشكل الحقيقي بتاعي لكن هنا في البلانات دي علشان انا اللي بطبع البلانات ده بعمل لي لهم بريزينتاجا ماجي وانا اخد بالنا من القصة كده انا كده عملت تسليح ده المنشأ بتاعي اي بالكامل العناصر بتاعي هو هنا ما بعمل ليش اسلابات انا بعمل لي الول، اي ايزوليتد فوتينج، وبيعمل لي الكولوم، وبعمل لي البيمز ماجي لكن ما بعمل ليش اسلابات هنا دي سلاب كورونار مش سلاب ودي الحديد الاضافي اللي حوالين الاسلابات لكن هنا لا يوجد تسليح سلابة يبقى الله يفضل لي بعد كده ان اقوم جايب الاسلابة وعمل لها أعلم عليها وعمل يبقى انا كده منشألها حتى يبقى بسهولة اقدر سنلاحظ كله بالكامر السلام عليكم